حظي مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كما مرره مجلس الشيوخ وسيحظر التطبيق إذا لم يبعه مالكه بحلول العام 2025 ورفعت الشركة الصينية هذا الأسبوع دعوة قضائية تهدف إلى وقف التشريع ماذا عن تأثير القرار المحتمل على الناخبين؟ تتباين استطلاعات الرأي حول كيفية رؤية الناخبين لهذا الإجراء وأظهرت آخر الاستطلاعات أن نصف الأمريكيين يؤيدون حظر التطبيق و32% يعارضون الفكرة وفي استطلاع آخر أيد 56% من المستجوابين الضغط من أجل حظر أو تقييد تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية ومع انتشار أخبار الحظر المحتمل عبر المنصة يميل الجزء الأكبر من المنشورات إلى التشكيك في الديمقراطيين وبايدن الذي قد تودد سابقا إلى شخصيات معروفة على تيك توك ودعاهم إلى البيت الأبيض وجمع التبرعات لحملته في الانتخابات الأمريكية السابقة في المقابل قالت حملة بايدن إن الادعاء بأن الناخبين الشباب سيبنون خياراتهم الانتخابية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي أمر غير جاد وغير دقيق قد لا يتمتع مشروع قانون تيك توك بالقدرة على ترجيح كفة الانتخابات لكنه لم يمنح بايدن العديد من الأصدقاء بين مستخدمي التطبيق وحتماً سيدر بمصلحة الرئيس الأمريكي الساعي لولاية رئاسية ثانية